مباراة الوحدة والشط بدأت بمفارقة أن مدربي الفريقين وضعات تشكيلة ولم يدخل أرض الملعب بسبب العقوبة المسلطة عليهما وتابع المباراة من خارج أسوار الملعب المباراة كانت مهمة لفريق الوحدة لبلوغ السداسي أما منافسه الشط فكان يلعب لتحسين موقع ترتيبه محاولات الاستحواذ على وسط الملعب من الفريقين لم تتوقف وغير هدف رويد بن حامد الرأسي تقصى المباراة ليشعلها الوحدة بغية إضافة هدف ثاني والشط يسعى للتعادل والعودة في المباراة جويل تاتا يلعب كرة مباغتة مرت بجوار القائم وسدد مؤيد لجريت لكرة التقطها أحمد الزنات غير أن التعادل جاء للشط في الدقيقة الثلاثين بعدما استفاد المدافع حسونة لإزمرلي من الكرة التي سقطت أمامه فأعادها قوية مباغتة دغلت هدف في شباك مهند الدكال حارس الوحدة بهدف لهدف انتهى النصف الأول من المباراة مباراة بالنصف الشيط الأول هدف لهدف كيف كانت المباراة؟ والله كانت فترات مباراة فترة اثنين فترة اثنينهم هم طبعا نسجلوا قبلنا نسجلوا الحمد لله قدرنا نرجع المباراة سجلنا تعادل إن شاء الله شوالتالي نزيد وقدموا أحسن بدنا الله تعالى شكرا مباراة شيط الأول التعادل الإيجابي كيف كانت تطبيق خط المدرب؟ والله خط المدرب قزي طبقنا خط المدرب وقزي زي ما تعرف إن الشيط يلعب تحصيل حاصل في الدورة والوحدة يلعب على السوداسي وإن شاء الله في شوت الثاني حنطبقه خط المدرب وبإذن الله سنربحه ونقزي مشها حيتم الدورة وإحنا الأخيرين بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله برك الله والله بسم الله الرحمن الرحيم إحنا أعطانا معنا شطلو والسبقنا بجول لكن مفروض إحنا نزيد ونقدم ولكن وخرنا شوية ببلنا هدف لكن إن شاء الله التكتيك المدرب بين شوت والشوت والفكرة اللي عندنا إن شاء الله نتقدمه بقى بنتيجة المباراة مع شوية التغييرات إن شاء الله أما النصف الثاني فكان مختلفا فالوحدة لم تتوقف هجوماته للوصول للشط وكان أكثر إسرع ومنها تسديدة بوكتيف الجميلة التي لامست القائم الأيصر نتاج الضغط الوحدوي هدف لمؤيد لغريتلي من هفوة دفاعية وجد نفسه أمام المرمى فوضعها بهدوف الشباك وبعد ذلك بخمس دقائق هدف ثالث للوحدة كرة تابتة يلمسها بوكتيف برأسه فتذهب للشباك الشط رغم تأخره بالنتيجة تحصل على ركلة جزاء تقدم لها على الحاج ولعبها بقوة فعلت العارضة وضع هدف تدليل الفارق لينهي الحكم المباراة بفوز الوحدة وإضافته لثلاث نقاط مصوبا عينه على ما تبقى للوصول إلى السوداسي فوز الوحدة اليوم 20 نقطة وإضافة ترشح لدور السوداسي إن شاء الله بنزل بالقدم أكثر في المباريات القادمة إن شاء الله حنكونوا في المستوى إن شاء الله نقولوا ألف مبروك فوز اليوم الوحدة وإضافة ترشح لدور السوداسي إن شاء الله ونخش السوداسي ونديره النتيجة إن شاء الله وفقنا رب المباراة هذه إن شاء الله جاي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفقنا وليوم خدينا نقاط نتاع المباراة مازال ما خشناش معناها رسميا إن شاء الله رب يفقنا مازالتنا مباراة نحاول ناخده إن شاء الله ثلاث نقاط باش نخش دور السوداسي إن شاء الله إن شاء الله والأول حاجة الحمد لله نشكر رياضيين كانوا في اليوم في الموعد وإن شاء الله مباراة جاي مباراة تحدي عندنا ومباراة ضرورية مهمة إن شاء الله نجيبوا منها 3 نقاط ونترشحوا للسوداسي بإذن الله إن شاء الله شكرا لك شكرا لك